موسيقى السلام عليكم حتى الآن لا اتفاق في جينيف ولا مؤشر ينبئ بحدوثها قدم الوفد السوري الرسمي ورقة مبادئ رفضها وفد الائتلاف جرى بعدها تبادل الاتهامات يريد كلا الوفدين السوريين البقاء حتى تسقط مسئولية الانسحاب عنه مجرد البقاء يراها من يريد التفاؤل بجينيف أنه نقطة إيجابية الموفد الأممي العربي الأقدر الإبراهيمي يقول أن المطلوب من هذه الجولة هو كسر الحواجز النفسية لا تحقيق الإنجازات وفيما أطلق البعض حكمه النهائي قائلا لا جدوى من جينيف يحكى عن لقاءات جانبية تعقد في جينيف ربما تمهد لمفاوضات أهم قد تأتي بعد جينيف 2 أهلا بكم إذا مشاهدنا إلى هذه الحلقة من آخر طبعة أستضيف بها عضو مجلس الشعب السوري دكتور فايز الصيغ أهلا بك دكتور ماذا يشكل جينيف 2 في مسار الأزمة السورية هل هو نقطة حوار نقطة صدام أم هو كشف للنواية أنا بتقديري جينيف 2 عبارة عن موقف سوري في مواجهة الدول التي ساندت ما يجري في سوريا والخطاب السوري كان موجها إلى هؤلاء أكثر مما هو موجه إلى المجموعة التي يعني مورس عليها ضغط مختلف ومتعدد الجوانب لكي يعني تقف على قدميها في جينيف ما يسمى المعارضة السورية يعني نحن نقول ما يسمى المعارضة السورية ليس تقليلا من شأن المعارضات لكن الحقيقة أن المعارضة السورية الوطنية هي المعارضة الموجودة لا تزال في الداخل وهي التي ترفض التدخل الأجنبي وهي التي تقاوم الإملاءات وهي التي ترفع شعارا بأن الحل سوري سوري بامتياز وبالتالي الحوار الوطني الشامل ينبغي أن يكون على الأرض السورية محطة جينيف هي محطة كان يعني يمكن سميها نفق لا بد من المرور به لكي يعني تأخذ العملية الكونية طباعة دبلوماسي والسياسي من جهة بالنسبة للجانب وهذا النفق إلى أين سيؤدي برأيك من حيث الشكل لم يؤدي إلى أي نتيجة حتى الآن وفي هناك أسباب كثيرة يمكن إذا كان الوقت يتحدث عن بعضها أن الطرف الآخر لا يمثل من الشعب السوري ما يجعله وصيا عليه وبالتالي لا يقيم على الأرض السورية ما يجعله ناقص المعلومات عن ما يجري على الأرض وعلى الواقع وثالثا يعني إذا كانت الهياكل العظمية التي تكسى باللحم وينفق فيها بالروح من قبل دول العالم يعني ربما تتوازن على كرسي يخاطبها سعود الفيصل يا فخامة الرئيس بالشكل هذا يمكن أن يحصل لكن في الواقع لا أنا نحن في الدرجة الأولى بالنسبة للشعب السوري عموما وبالنسبة لدول الصديقة في العالم حتى يعني بالشكل الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن مؤتمر جينيف هو لمكافحة الإرهاب وعلى الدول الداعم للإرهاب أن تتوقف عن دعم الإرهاب وتزويدهم بالسلاح وتوريد الإرهابيين لدينا جنسيات من 83 دولة في العالم تقاتل على الأرض السورية المجتمعات الغربية دفعت كل ما لديها لتنظيف مجتمعاتها إلى هنا بالإضافة إلى الفتاوى والتحريض والمال إلى آخره أحد المعارضين البارزين وعلى شاشتكم يقول بأن المجموعة الأكثر تطرفا على الأرض السورية والأكثر قتلا وارتكابا للمجازر هي المجموعة التي تقبض مالا أكثر إذن مسألة مسألة مال المهم أن جينيف بالنسبة لنا وللعالم ولو بشكل لبعض العالم بشكل شكلاني هو وقف هذا الإرهاب وبالتالي وقف الدام وإعادة البسط السيطرة السيادي السوري على كامل التراب الوطني السوري تمهيدا لعقد متمر حوار وطني واسع تنفذ يرترسم من خلاله خريطة طريق سياسية يرسمها السوريون وإذا كان هناك حوار وطني واسع سيعقد بين كل الأطراف السورية داخل الأراضي السورية متى يمكن أن يحدث ذلك؟ ونحن نرى حتى أنه في جينيف لم يتم حتى عن إعلان لحسن نوايا على الأقل بالنسبة لرغبة الحوار الوطني لكل القوى الوطنية المعارضة الموجودة في الداخل والموجودة في الخارج وقسم كبير منها موجودة في الخارج كله على استعداد أن يشارك في متمر وطني واسع على الأرض السورية وشفاف وصريح وسبق أن عقدت مؤتمرات عديدة قلال السنوات الثلاث الماضية لأحزاب معارضة ومؤتمرات وتداعيات مختلفة عقدت في دمشق واتخذت قرارات ووضعت أطر واضحة للمؤتمر الحوار الوطني الشامل القادم الذي يفترض أن يكون بعد جينيف 2 نحن نتخيل أننا سنتوصل في جينيف 2 إلى تفاهمات مع الدول الكبرى التي يمكن أن تضغط على الجميع وليس على هذا الفصيل فقط الذي اختاروه لجينيف هذا الفصيل لا يمثل للمعارضات وهذا الكلام ليس لي هو للمعارضات الداخلية والمعارضات الخارجية بعض من المعارضات الخارجية وفي مقدمتهم يتم منع أشهر المعارضين السوريين العقلانيين والذي يحمل برنامجا ويطرح برنامجا هؤلاء ليس لهم من العمل السياسي شيء بالإضافة إلى أنه أمس ترفوا بأنهم ليس لهم سلطة على الجماعات المسلحة سنعود للحديث عن هذا الموضوع لكن قبل أن نستبق الحديث رجاء دكتور يعني مما تقدم إذن الوفد السوري الرسمي هو يحاور في جينيف الآن أو يفاوت في جينيف الآن من يدعم المعارضة أو من يدعم الائتلاف تحديدا ولا يفاوض الائتلاف فعليا قولا قولا واحدا الدهاب إلى جينيف والتوجيهات التي تلقاها الوفد المفاوض عندما التقى بهم السيد الرئيس بشار الأسد كان سوية الخطاب وسوية التوجيهات لا تعني أبدا أنكم كيف يمكن لكم أن تتحاوروا مع الجربة أو جماعة الجربة كان الخطاب يعني أنكم تتحاورون الآن مع الدول العظمى ونخاطب الممولين والداعمين مباشرة وفي حديث سابق السيد الرئيس قال هذا الكلام عندما سأل كيف تتحاور مع هؤلاء قيل نحاول مع الممولين ومع الداعمين ومع المعلمين مع المين وقيل وقتها أن وفدنا عندما يفاوض في جينيف سيعود إلى سوريا إلى الأراضي الجمهورية العربية السورية بينما هؤلاء عندما ينفض المؤتمر إلى أين سيذهبون إلى تركيا إلى اسطنبول وباريس إذن صلتهم بالشارع السوري صلة معدومة وبتالي الشارع السوري بعدما تكشف وشاهد وطلع على حقيقة ما يجري على الأرض أصبح يعني لا يقبل بهم باعتبارهم جزء من الحراك الإرهابي الموجود على الأرض لذلك أنا أعتقد أننا كنا في مؤتمر جينيف نحقق مجموعة من الأهداف في زمن واحد وفي كرة واحدة نخاطب العالم نطل من على منبر دولي كوفد حكومي رسمي يتمتع بصلاحيات واسعة لإجراء حوارات على مستوى الدول وهذا ما حصل فعلا لأنه عمليا إذا حصرنا المسألة في وفد السوري مع المعارضة السورية المقيمة هناك لم يعد هناك طرف آخر للحوار عمليا لم يعد هناك طرف آخر للحوار وخصوصا بعد أن رفض هؤلاء البنود الخمس التي طرحت وهي الحدود الدنيا التي تعبر سنتحدث عن البنود الخمسة بشكل أوسع دكتور فايز لكن علينا الآن أن نستمع أنا وأنت والمشاهدين طبعا إلى عنوين بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم من ثم نعود السلام عليكم فتحوا الباب أمام سيسي للترشح للرئاسة المصرية وإقراروا دستور جديد في تونس موضوعان بارزان في عنوين بعض الصحف العربية الصادرة اليوم والبداية مع أب برز ما جاء في عنوين صحفة الشرق الأوسط السعودية الجيش يفتح الباب لترشح السيسي للرئاسة العسكري المصري شدد على أن الفيصل سنضيق الاقتراع والرئيس منصور منحه رتبة مشير صراع أولويات يعطل جنف اثنين ودماشق تصر على مكافحة الإرهاب أولا قادة تونس يوقعون دستور الجمهورية الثانية وحكومة جمعة أمام البرلمان اليوم لنيل ثقة إلى أبرز ما جاء في صحيفة الوطن العمانية مصر الجيش يترك لاستيسي خيار الترشح والاستجابة واجبة جنف اثنين السوريون يشددون على السيادة ووحدة الأرض ومعارض الخارج يرفضون الابراهيم يعود للنسخة الأولى اليوم إلى صحيفة السفير اللبنانية وأبرز ما جاء فيها حكومة الاحتمالات المقفلة تنتظر معجزة جنف استدعاء للجهاديين والحل البثني الابراهيمي يستنجد بالروس والأمريكيين في صحيفة اليوم السابع المصرية نقرأ القوات المسلحة تفوض السيسي للترشح في الرئاسة الرئيس يصدر قراراً بطرقية وزير الدفاع لرتبة مشير والأعلى للكوات المسلحة يجتمع لترتيب أوضاع المؤسسة العسكرية الجنايات التنظر اليوم أولى جلسات محاكمة مرسي في قضية اقتحام السجون تحالف دعم الأخوان يدعو للتظاهر ودفاع المعزول سنطالب بالتأجيل للاطلاع في صحيفة الصباح العراقية نقرأ تحرير البفراج واقتحام الملعب واشتباكات في الفلوجة الولايات المتحدة تجدد دعمها للعراق في حربه ضد الإرهاب والبرلمان يؤيد الحكومة لتدويل ملف الإرهاب النجيف للصباح قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الداعمة للقاعدة في صحيفة الوسط البحرينية نقرأ تونس تحتفل بدستورها الجديد الجيش المصري يفوض السيسي الترشحة للرئاسة وقرار رئاسي بتشكيل لجنة لتقسيم اليمن إلى أقاليم وأخيرا إلى أبرز ما جاء في صحيفة أخبار اليوم الجزائرية أزمة خطيرة تهدد الجنوب الجزائري بسبب فتنة غردايا والجوع يقتل اللجئين الفلسطينيين في سوريا يعانون نقصا شديدا في المواد الغذائية والطبية في اليرموك وبهذا العنوان نصل إلى ختام جولتنا على أبرز ما جاء في عنوين الصحف العربية صادرة اليوم عود إليك فتون شكرا لك يا غدي غنطوس على تقديم كل عنوين الصحف عود من جديد إليك دكتورة فايز نابليون بونابارت يقول بأن الضغينة السياسية هو تعبير لا معنى له وهناك من تحدث عن وجود هذه الضغينة السياسية بشكل واضح وكبير حتى من خلال الكلمات في مؤتمر جينيف إلى أي مدى ستؤثر هذه الضغينة السياسية؟ وهل لها من معنى؟ الحقيقة ليست الضغينة فقط يعني هو في حقد أسود في صراع حقيقي برز في المنطقة الآن بشكل مكثف خصوصا بعد يعني بعد ما يسمونه الربيع الأسود أو الربيع العربي في كسر عظم بين أنظمة ليس لها جذور في التاريخ وتمتلك المال والعلاقات مع الغرب وبين أنظمة تقدمية مقاومة تواجه مشروعا يستهدف الأمة العربية بكاملها هذا الأمر أعتقد أن الكثيرين يعرفونه والكثيرين أيضا يتجاهلونه الحقد يعني يبررون له أسباب مثلا منذ قيامة الثورة الإسلامية في إيران حتى الآن هل أقدمت إيران على يعني المس في سيادة السعودية أو الخليج أو القطر أو غيرهم؟ إطلاقا يعني نحن نفهم أن إيران عندما قامت الثورة أغلقت السفارة الإسرائيلية وسلمت هذه السفارة إلى فلسطين فلسطين واستقبلت مندوبا سفيرا فلسطينيا قبل أن تبدأ فكرة السفراء الفلسطينيين في العالم وقبل أن يكون هذا الواقع الحالي موجودا إذن استهداف إيران واستهداف محوار المقاومة ومنه سوريا هو يعني شوف عندما يكون هناك في نموذج في الحياة حتى على مستوى الأسرة إذا كان الأب والأم يقرعاني ابنهما ويقارناني بطرف آخر فيشعر بضغينة في زمن التكنولوجيا اليوم لم يعد هناك أشياء مخفية صارت الأشياء واضحة جدا وعلنية وفي متناول الرأي العام الرأي العام لما يقارن موقف وطني مقاوم على غرار المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان ويحقق انتصار سواء من 2000 أو من 2006 لما يقارن أن هذه الدولة الإيرانية التي كانت مصادر قرارها في زمن الشاهل الولايات التحدة الأمريكية يقودها الآن تيارات من وظائفها الأساسية أن تبني دولة قوية وأصبحت إيران دولة قوية لكن دكتور يعني في عالم المصالح السياسية عذرا المقاطعة في عالم المصالح السياسية هل هناك من أثر للضغينة السياسية هل هناك مكان لها في بعض الدول نعم يعني أنا لا أفهم موقف دول الخليج إلا ضغينة سياسية وحقد حقد على نهج لا يستطعون مواكبته حقد على توجهات لا يملكون القدرة على امتلاك ناصيتها حقد على احساس بأن هذا النمط المقابل نمط المقاومة نمط السوري في كل مزايا النظام السوري وليس الحالي النظام السياسي أقصد من الاستقلال حتى الآن هذا النمط بعد الصحوة الجماهيرية وتكثافة وسائل الاتصال الحديث صار فيه هناك إحساس لدى جزء الأمن عندهم أن الشارع يتذمر الشارع حسوا الوطني أعلى من إحساس القيادة السياسية هذا يشكل لهم في المستقبل خطر وبالتالي هم حريصون على أن يكون هذا الآخر متهم بمختلف الاتهامات لكي يبدوهم أنهم أفضل حالا هذه الضغينة تتعلق بمستقبل أنظمتهم على الأرض وهذا ليس قليل على فكرة نعم طيب دكتور سنعود أنا وأنت للحديث عن ورقة المبادئ التي قدمها الوفد السوري الرسمي ورفضها الائتلاف المعارض لكن بعد أن نستمع إلى عنوين الصحف الآتية من دمشق هذا الصباح السلام عليكم من دمشق الباردة هذا الصباح هذه جولة على أبرز عنوين الصحف التي اهتمت بخبر حصول الرئيس السوري بشار الأسد على لقب شخصية العام في الاستفتاء الذي أجرته قناة الميادين نبدأ من صحيفة الوطن المستقلة الرئيس الأسد الائتلاف رفضه بتوجيهات من فورد أو أوغلو أو الفيصل والإبراهيمي يرفع الجلسة ليستر عورتهم بيان الوفد السوري يعري وفد المعارضة وأيضا نقرأ في صحيفة الوطن عن الميدانيات الجيش يتقدم بريف حلب والمسلحون يتخذون السكان دروعا إلى صحيفة الثورة استطلاع لقناة الميادين الرئيس الأسد شخصية العام 2013 رياح بيان الوفد السوري تعري وفد الائتلاف والملتقى العلمائي الإسلامي العاشر العمل على مكافحة الفكر التكفيري الوهابي المتشدد ومنع ترويجه وانتشاره إلى صحيفة البعث الوفد الرسمي السوري يسقط ورقة التوت ويعري الائتلاف نقاط الإنقاذ الخمس تقابل بخمس لاءات شعبان وحده الشعب السوري يعرف مصلحته وليس الغرب الزعبي ما يرفض البيان إما سعودي أو إسرائيلي أو متآمر على سوريا أما في الميدان مبادرات مصالحات وطنية في عشرات القرى بريف درعة لطرد الإرهابيين الميدان يمسك بزمام المبادرة ويصنع الحدث ومتزعمون قاعدة يتساقطون نختتم مع صحيفة تشرين الرئيس الأسد شخصية العام 2013 الوفد السوري إلى جينيف 2 يقدم بيانا باحترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض الإرهاب ووفد الائتلاف يرفض جيشنا الباسل يكبد إرهابيي القاعدة مزيدا من الخسائر الفادحة ويحبط محاولة تسلل من لبنان كان هذا كل شيء السلام عليكم إذن أشكر الزميلة ملاك خالد مفدت الميادين إلى دمشق دكتور فقط للإشارة نقول بأن الصحف السورية عنونت اليوم استطلاع الميادين حول أن رئيس بشار الأسد هو شخصية العام 2013 أعود من جديد إلى سياق حديثنا نتحدث هنا الآن على الورقة التي قدمت من قبل الوفد السوري ورفضت من قبل الائتلاف هذه الورقة بمجملها تتحدث عن عنوين أساسية تتعلق بسيادة الدولة ورفض التسليح الخارجي والإرهابيين وما إلى ذلك تعرف هذه النقاط حضرتك إذا لم يتم قبول هذه الورقة من قبل المعارضة أو الائتلاف المعارضة دعنا نحدد على ماذا يتم التفاوض إذن؟ هذا السؤال موجه للدول التي يعني مثل ما قلت لك في بداية الحوار التي نفخت في روحهم لكي على الأقل يشغلوا مقعد في جينيف يستطيع سعود الفيصل أن يخاطب الجربة فخامة الرئيس مهزلة غير مسبوقة خلينا نقول على شخصية العام ولو قليلا هذا استفتاء أقامته جريدة حطة الميادين وطرحت فيه شخصيات مختلفة من العالم والتصويت سوف يكون إلكترونيا وكمبيوتريا وإلى آخر يعني لا أحد يتدخل به صحيح وفي دروة الأزمة في سوريا في دروة الأزمة في سوريا وفي دروة الاستهداف الذي يعني يستهدف سوريا شعبا وقيادة ودروة أيضا دروة الاستهداف لشخص الرئيس يعني كثير صار فيه تركيز إعلامي غربي عالمي على شخصية الرئيس من قاتل إلى سفاح إلى مدري إيش وحتى فيه متمر جينيف هذا الكلام قيل طيب لما تجي محطة مثل الميادين مسموعة ومشاهدة وواسعة الانتشار وتترك خيارات بمن فيهم بندر بمن فيهم السلطان قابوس بمن فيهم محمود عباس يعني ما احترامي لكل الشخصيات التي أوردتها الميادين لكن عمليا أن يكون برأي كل المستطلعين الرئيس بشار الأسد شخصية عام 2013 هذا مؤشر وأنا رأي أربط هذا المؤشر مع استقصاء للرأي حصل في مخيم الزعتري طبعا ما نحن اللي أقمناه لأنه ليس لنا وجود هناك المخيم الزعتري يفترض أن يكون المجموعة اللي فيه مجموعة سواء كان يعني برغبتها أو برغبة الآخرين ذهبت إلى مخيم الزعتري وبالتالي ينفق عليهم بشكل أو بآخر ويبتزون بشكل أو بآخر وتباع أعراضهم بالمال وبشكل أو بآخر المهم حصل استقصاء للرأي داخلي يعني الجهات التي أقامت هذا الاستقصاء ليست أردنية فقط أمريكية وغربية والآخر اللي حصل وأون نشر هذا الكلام أنه أكثر من 45% من سكان مخيم الزعتري يفضلون الرئيس بشار الأسد ويحبون الرئيس بشار الأسد طيب إذا كانوا هناك 40% طبعا مخيم الزعتري أغلب أغلب اللاجئين السوريين فيهم من درعة تقريبا ومن درعة نعم وهذا مؤشر أيضا أنا درعة عمليا وأنا ابن درعة ليس لا علاقة في كل ما جرى كله تدخل خارجي في شؤون درعة وأهل درعة معروفين بمحبتهم لعبد الناصر ولحافظ الأسد وللوحدة وهم وطنيون بكل المقاييس المهم أرجع من الزعتري إلى استقصاء الميادين أقول فكيف كيف يعني نحن السوريين شايفين تماسك شعبنا أولا وحدة الوطنية ثانيا تمسكه بقيادة السياسية ثالثا التفافه حول الجيش العربي السوري رابعا هاي الدولة بمؤسساتها هي اللي راحت يعني راحت إلى جنيف ليس لي تقابل الجربة هي رضيت أن تقابل الجربة لكن عمليا هي تقابل تقابل العالم كله نعود إذن إلى جنيف سألتك عن ماذا يتم التفاوض إذا رفضت هذه المبادئ أو ورقة المبادئ قلت لي بأنه على هذه الأطراف وسميت سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الإجابة أنا هنا أريد أن أسألك عن الوفد السوري الرسمي هذا حصب عن ماذا يريد التفاوض إذا رفضت هذه الورقة أساسا هي هو لو كان في وفد آخر يتم التفاوض معه عمليا لا يوجد طرف آخر في المعنى اللوجيستي المعنى الحقيقي أنه إلا أربعة أيام جنيف أو خمس أيام ومرشح للتمديد لكن مع من تتفاوض المهم فيه جهة في الدنيا الجانب السوري طرح هذه الورقة فيها خمس بنود وتعمد الجانب السوري عندما صاغ الورقة الخامسة البنود الخمسة أن تكون مستوحات من توابط الوطنية ليس للشعب السوري في الداخل. توابط الوطنية عند الدول العالم. توابط الوطنية ما في دولة في الدنيا تقبل التدخل الخارجي. ما في دولة في الدنيا تقبل التنازل عن الأرض. ما في دولة في الدنيا لا تقبل بوحدة الشعب أو بالأحرى الاتفاق على القواسم المشتركة التي تؤلفها الأطياف السياسية الموجودة في المجتمعات. ما في دولة في العالم تقبل الإرهاب هذه البنود هي بنود ستندر وطني عالمي وليس سوري فقط هلأ فيها شيء من التفصيل على المقاس السوري لأن سوريا تواجه إرهاب معترف فيه من قبل العالم كله وأن الإرهاب من 80 دولة في العالم يقاتل الشعب السوري وفي نفس الوقت ينتصر الشعب السوري عليهم خطوة خطوة وهنا في هذه النقطة دكتور أنا أترك هنا هنا السؤال لأعود لسؤالك لو توسعت إذن كيف يمكن أن يصنف وفد يحمل هوية سورية أو جواز سفر آخر لكن جواز سفر البريطاني والإنجليزي والأمريكي والإيراني والتركي أنا أعطي لأنه سوري معارض إذن هذا كيف يمكن أن يحمل هوية سورية ويقبل في التآمر على سوريا رفض هذه البنود هو كشف وتعرية الجانب الآخر ليس أمام أوروبا وأمريكا لأن هؤلاء يعرفون الحقيقة نعم لكن في المقلب الآخر دكتور الوفد الائتلاف المفاوض يقول بأنه من خلال هذه الورقة أراد الوفد السوري أو الدولة السورية وضع فخ أو نصب فخ للمعارضة كيف ممكن يعني كيف ممكن ينفهم هذا وحدة البلد رفض الإرهاب الحفاظ على الجغرافيا تحرير الأراضي المحتلة هاي العناوين كيف ممكن هيتنفهم على أنها فخ والرفض لا يفهم أنه قم بله يعني على الأقل في الفقرة المتعلقة بموضوع الإرهاب والقتال على الأرض الإرهاب ما ترف نحن نرى يعني هنا لما راحوا على جينيب ما بيعرفوا أنه واحدة من مقدمة الحلول السياسية لا يمكن أن يأخذ المسار السياسي بعده الحقيقي ومساره الحقيقي ما لم يتوقف الإرهاب الإرهاب كوني عالمي في مناطق مسيطر عليها من قبل الإرهابيين في مجازر ترتكب سواء كانت بحق الشعب السوري أو بحق بعضهم البعض في ظاهرة كونية التفق بين الأمريكاني والروسي على أن يكون العنوان مكافحة الإرهاب عندما تتم مكافحة الإرهاب أو تجفيف منابعه أو تخفيف آثاره عندها يمكن للحل السياسي أن يأخذ طريقه وأبعاده بدون هذا الأمر لا يمكن لذلك هم وضعوا ليس فخ كما وصفه الوفد السوري هم وضعوا في المقترحات المسلمات الوطنية التي يمكن أن تنطبق على مختلف دول العالم وضعوا فيها سيارة مفخخة على طريقتهم في استهداف الناس في الداخل السوري في ظل حديثك عن الاتفاق الروسي الأمريكي هذه الصفقة الروسية الأمريكية التي بات الحديث عنها علنيا هل يمكن أن تنفذ بعد ما جرى من جنيف 2 أو بالأصح بالأدق هل هي قائمة ما بعد جنيف 2 أم أنها أبقلت عمليا يعني خلينا نقول الاتفاق الروسي الأمريكي بدون صفقة لأنه أنا أخشى من صفقة يعني أن يتسلل إلى الصفقة كمان شيء يفخخها تفخيخ لأنه هلأ فيه روسيا وأمريكا بعد ما بدي توسع كثير بعد أن احتلت روسيا موقعها الدولي على الساحة الدولية بعد النهوض الجديد لروسيا وبعد الكمون الذي استمر سنوات والذي كانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية السيدة العالم وصاحبة القرار الوحيد في سياسات الكون والتي من خلالها مر مر احتلال العراق وغيره ومشاكل الدنيا هلأ بعد هذا التوازن أو خلينا نسميه بعد الفيتر المزدوجي الأول في تاريخ هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن هناك قوى أخرى أخرى خلينا نقول تفاهم روسي أمريكي التفاهم قائم على شو بالأصل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا أنه أولا أنه أمريكا كعضو دائم في مجلس الأمن وروسيا كعضو دائم في مجلس الأمن من مهمتهما مع الدول الخمس المتبقية وعضاء الدائمين الحفاظ على الأمن والسلميين والسلم الدوليين بدون هذا الأمر يعني باختصار بكتور كي أذهب في فاصل لأنني مضطرة لذهب في هذا الفاصل هل قائم هذا الاتفاق في ظل كل ما يحدث في جنيف أم لا باختصار شديد أنا أعتقد إذا كانت في الحدود في عادة يعني في ثوابت بالنسبة للسياسات الثابتة الدولية يعني يمكن الخروج عنها يمين ويسار والتملص منها وإلى آخرية لكن لا تستطيع الولايات الاتهد الأمريكية أن تتجاهل أن الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وهي الداعية إلى الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط حفاظا على مصالح إسرائيل باتبارها ربيبة إسرائيل إذن منطقة الشرق الأوسط هي تهدد الأمن والسلم الدوليين ثم أن سخونة الأوضاع هنا لا يمكن أن تبقى إلى الأبد تحت السيطرة يمكن أن تخرج عن السيطرة وبالتالي أن يتهدد الأمن والسلم في المنطقة ومصالح أمريكا وأسرائيل فيها طيب دكتور سنذهب في هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود إليك وإلى مشاهدين ابقوا معنا رجوان من جديد أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة من آخر طبع ضيفنا هو الدكتور فايز الصيغ عضو مجلس الشعب السوري والإعلامي بطبيعة الحال أهلا بك من جديد دكتور فايز قبل الفاصل سألتك عن الصفقة أو الاتفاق الروسي الأمريكي ولم تعطني حتى الآن الجواب الشافي أريد منك جواب محدد هل هذا الاتفاق برأيك من كل المعطيات التي نراها قائم حتى الآن أم أنه ترنح ولو قليلا أنا أعتقد لا يمكن أن تستغني الولايات المتحدة الأمريكية عن التنسيق مع روسيا ولا يمكن أن تستغني روسيا عن التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهما دولتان مسؤولتان عن الأمن والاستقرار العالمي أنا أتخيل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ممكن أن تعبث أو تلعب في المناطق التي يمكن أن تعبث فيها كثيرا لكن لا يمكن أن تعبث بحريتها وبيناميتها الاستعمارية مع دولة مثل روسيا والصين ودول البريكس هي التزمت وعليها أن تنفذ التزاماتها هذا من جهة من جهة أخرى ما يحرج الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعرضت للإرهاب في داعش أيلول وهذا الإرهاب نسبته إلى القائدة والقائدة موجودة الآن في سوريا وتفرعت عنها جبهة النصرة والجماعة الإسلامية وأيضا داعش وهناك وضوح طيب الآن ورد في تقريرك في بداية الحلقة بالعناوين الصحب أن الولايات المتحدة الأمريكية تجدد دعمها للعراق في مواجهة الإرهاب الإرهاب الموجود في العراق هو نفسه تماما نفس الهوية الموجودة في سوريا هو امتداد لبعضهم البعض وداعش عندما تعلن داعش ويعلن زائمها الظواهر أنها دولة موحدة ثم يقسمها ثم يرفضون التقسيم هي دولة سوريا والعراق هي دولة سوريا والعراق الإسلامية التي يطمحون إلى تحقيقها بمعنى أن أمريكا تمارس موقفا مزدوجا متناقضا تدعم العراق في مواجهة الإرهاب وتدعم الإرهاب في مواجهة السلطات السورية وهما دولتان متجاورة هذا الأمر كيف يمكن أن يقنع الرأي العام الأمريكي اثنين كيف يمكن أن تتملص أن تتملص الولايات المتحدة الأمريكية من مسؤوليتها الدولية لقرار الأمن والسلم الدوليين ومصالحها منتشرة في جميع أنحاء العالم ومعرضة للاستهداف حتى من قبل الجماعات التي تدعمها الآن وسواء كانت من قبلها أو من قبل غيرها الشعوب اليوم فاتحة مو بس أعينها على ما يجري فاتحة عقولها على الممارسات لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتجاهل هذه الحقائق التي على الأرض وبالتالي عليها أن تقيم سياسة متوازنة ذات مبادئ ترضي دافع الضريب الأمريكي بالنهاية وترضي الرأي العام الأمريكي الآن بدأ الألام الأمريكي بشكل أو بآخر أن يسلط الضوء على حقيقة ما يجري في سوريا مضطرا مكرها لكن حقيقة الأمر هذا يؤثر على صاحب القرار السياسي وبالتالي إذا كان دولة حرة وديموقراطية وترفع نصب تمثال الحرية في العالم عليها أن تدعم حريات الشعور سنتحدث أكثر عن الدور الروسي والأمريكي الأمريكي تحدثنا عنه لكن بعد أن نستمع إلى فقرة اقرأ الحدث التي عنونت فيها السفير بأن الإبراهيمي يستنجد بالروس والأمريكيين سنتحدث أكثر بعد أن نستمع إليها لو سمح الدكتور السفير الإبراهيمي يستنجد بالروس والأمريكيين قال ديبلوماسي يرافق العملية السياسية في جينيف إنه من دون المزيد من التدخل الروسي والأمريكي الذي سيطلبه الإبراهيمي لن يكون ممكنا مواصلة اللقاءات ديبلوماسي عربي يقول إن الأمريكيين يتخبطون في قيادتهم لمفاوضي الائتلاف ويبدو أن السفير الأمريكي روبرت فورد يحرص على منع أي انتخابات رئاسية سورية تفضي إلى ولاية جديدة للرئيس بشار الأسد ويدرس الأمريكيون أكثر من عرض لتفادي الاعتراض الروسي على تغيير النظام من بينها اقتراح المجلس الرئاسي المثلث الطوائف في البوسنة ويبدو التخبط أوسع في قيادة الأمريكيين للإتلاف في استمرار ريهان فورد على ضم نواة الجماعات الجهادية المقاتلة في سوريا إلى جينيف لتعزيز قدرة الائتلاف على التأثير في قيادة الأحداث وتنفيذ التزاماته العسكرية على الأرض من وقف النار وتنفيذ عملية تبادل للمتقلين الأخبر اعترافات عمر الأطرش عمل انتحاري مثلث يعد للضاحية علمت الصحيفة أن الموقوف في وزارة الدفاع اللبنانية الشيخ عمر الأطرش قدم معلومات في غاية الخطورة أبرزها إقراره بأن دوره كان يقتصر على نقل أشخاص أو سيارات من منطقة عرسال إلى بيروت وأن مجموعة من الجهاديين من جنسيات لبنانية وسورية وفلسطينية تخطط لتوسيع رقعة التفجيرات في الضاحية الجنوبية وفي مناطق أخرى وأقر بأن الفلسطيني إبراهيم أبو معيلق الملقب بأبو جعفر الذي قتل في اشتباك مع الجيش كان مسؤولا بالتعاون مع شخص لبناني تجري ملاحقته عن وضع خطة لعملية مثلثة في قلب الضاحية الجنوبية تتضمن هجوما بالرشاشات لانتحاريين قبل أن يفجر نفسهما ثم تلحق بهما سيارة مفخخة وتبعت المصادر أن الأطرش قدم معلومات مهمة حول شبكة نقل السيارات المفخخة من الأراضي السورية إلى لبنان عبر عرسال وأنه جرى استخدام أحد المخيمات الفلسطينية في بيروت مرات عدة كمحطة للانتحاريين أو للسيارات المفخخة الصباح العراقية النجيفي قطعوا العلاقات مع الدول الداعمة للقاعدة أيد مجلس النواب توجه الحكومة لرفع دعاوى قضائية دولية ضد داعمي الإرهاب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قال للصحيفة إنه إذا ثبت وجود تعاون لأي دولة مع المجميع المسلحة أو القاعدة فعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات المناسبة ومنها رفع دعاوى قضائية دولية وقطع العلاقات السياسية والديبلوماسية مع تلك الدولة وكانت مصادر مطلعة قد كشفت للصحيفة أن رئيس الوزراء نوري المالكي تقدم بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون خلال زيارته بغداد أخيرا لرفع دعاوى قضائية ضد داعمي الإرهاب إذن دكتور فايس قبل أن أسألك عن الدور الروسي أقل في مؤتمر جينيف أثنين أريد أن أتطرق إلى هذه النقطة التي أوردتها صحيفة السفير تقول بأن الأمريكيين يدرسون اقتراحات لتفادي الاعتراض الروسي على تغيير النظام بينها اقتراح المجلس الرئاسي المثلث الطوائف في البوسنة ما رأيك كيف تعلق هذا الموضوع هل يمكن أن يقبل مثل هذا الطرح أنا أعتقد أن هذا نوع من مضيعة الوقت ونوع من إيجاد مزيد من الوقت للجماعات الإرهابية المسلحة أن تواصل عملها على الأرض السورية وكمان أيضا يمكن أن يسميه تبخيخ أمريكي على الطريقة الأمريكية لمؤتمر جينيف بحيث يعني ينتهي هذا المؤتمر إلى نتيجة كما سميت في صحافة أمس لا أدري من نتيجة تساوي صفر أعتقد سامي كليب كتب في هذا الإطار نعم الزميل سامي كليب تتحدث عن هذا الموضوع نعم هذا عبارة عن تبخيخ سياسي من وزن الولايات الاتحاد الأمريكية مع أنه الولايات الاتحاد الأمريكية نصبت روبرت فورد حاكم سلفا لو كان بمقدورها الولايات الاتحاد الأمريكية لكان روبرت فورد هو برايمار سوريا لو كان بمقدور الولايات الاتحاد الأمريكية لكان فلتمان المرجعية الأساسية باعتبار أنه اللي كانوا يعني عم يلفوا حول الوفد وعم يدلوه على الطريق كأنهم عيونه عيون للوفد وكيف يجلس في الآخرين ودخلوهم على دفعات وكأنهم طلبت مدارس المهم لا يهمني هذا الشكل يهمني أن أقول أن الولايات الاتحاد الأمريكية إذا لم تكن على مصداقية فيما يتصل في الشأن السوري على مصداقية سواء كان مع سوريا أو على مصداقية سواء كان مع دول العالم أو على مصداقية سواء كان مع روسيا فإنها تهدد مصالحها في منطقة شرق الأوسط ليس لدي معلومات عن كيف تهدد هذه المصالح لكن لا يمكن لدولة مثل الولايات الاتحاد الأمريكية أن تمارس هذا الصغر هذه البساطة في معالجة مساء المستعصية في منطقة الشرق الأوسط على هذا النحو هذا يعني أن الإدارة الأمريكية الراهنة قصيرة النظر لا تحسب حسابا للمصالح الأوسط في مقابل هذا الكلام وفي مقابل الكلام الذي يقول حتى أن من الممكن أن يكون روبرت فورد هو من يكتب الكلام للاإتلاف المعارض في جنيف هناك أيضا من يقول بأن الروس على الأقل قبلوا بهذا التمثيل الضئيل للمعارضة السورية في جنيف كيف شل المؤتمر أصلا من أساسه أيضا لكسب الوقت الروس تاريخيا سواء كان على زمن الاتحاد السوفيتي أو على زمن روسيا الآن هم أكثر دول العالم تمسكا بالأمن والاستقرار في العالم وأنا أعتقد أن وجودهم إلى جانب سوريا هو بشكل أو بآخر لا يخدم مصالحهم فحسب هذا طبيعي أن يخدم مصالحهم وأن يكون هناك تنسيق بين روسيا وسوريا باعتبارهما أشهادتا صداقة عريقة وقديمة وتعاون تنمى المبطط هذا الأمر ليس هنا استثناء لكن هنا صار فيه شيء من تطابق المصالح بين الموقف السوري والمصالح الروسية تطابق المصالح على الأقل يجمعنا التناقض القائم بين موقفين وموقف الولايات التحدة الأمريكية من مختلف مسائل العالم هذا واحد واحد اثنين لم يكن بيننا وبين الروس تعاون تنائي مصالحي فقط لكن كان كله نحن نلتقي معهم ويلتقون معنا على مسألة الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط نحن الأحرص على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بينما إسرائيل هي الأحرص على تلك المنطقة إذن لا مصلح للروس برأيك بإفشال هذا المؤتمر على الأقل آنيا لكسب الوقت لخدمة الدولة السورية كما تتهم إطلاقا إطلاقا وهذا ضرب من الخيال الروس لهم مصرحة في إنهاء المسألة بأسرع وقت ممكن والأمريكان لهم مصرحة بإطالة أمد الأزمة إلى زمنا غير محمود غير محدود طيب دعنا هنا نتحدث عن بعد عودة المؤتمرين من جنيف يعني قلت جملة أنت في بداية الكلام بأن المؤتمرين سيعودون من جنيف بعد عودتهم من جنيف كيف دعنا نسميها ستكون انعكاسات هذا المؤتمر على الواقع السوري أولا الواقع السوري إذا لاحظت كل المواقع والاستطاعات الرأي والمقابلات تجريها مختلف الفضائيات والإعلام الرسمي وغير الرسمي يعني بيعكس حالة تضامن حقيقية للشعب السوري مع الوفد وبالتالي يعني حتى في مونترو صار في مسيرة مؤيدة وفي كمان جنيف مسيرة مؤيدة في مناطق أخرى المهم المشاركة السورية في جنيف ساهمت كثيرا في تصليب الموقف السوري وساهمت أيضا في زيادة ورفع وطيرة اللحمة الوطنية السورية خلف هذا الوفد وخلف التوجهات السياسية واستطلاع الرأي الذي قد أنتموه للعالم واحد من الأدلة غير المباشرة على الأرض على الأرض كيف سيكون الوضع بعيدا عن التأييد العاطفي على الأرض المثلة كيف سينعكس نعم السورية يعني عندما ذهبت إلى جنيف وعندما فاوضت كل الأطراف لترتيب جنيف في اللقاءات الثنائية والجماعية كانت يعني تؤمن بأن الخط السياسي يتوازى ويواكب الخط العسكري أو لنقول الخيار السياسي يوازي الخيار العسكري هذان الخطان المستقيمان قررت القيادة السورية أن يلتقيا في جنيف وبالتالي أن يخدم أحدهم الآخر بمعنى إذا نجحت المفاوضات واستطاع السوريون أن يضعوا أسس لمستقبلهم يجري عليه استبتاء شعبي واسع في المستقبل وأن يقام حوار وطني واسع في دمشق بعد جنيف يشارك فيه الجميع في الداخل والخارج وفي ضمنات دولية ومحلية وضمنات سيادي سوريا إذا استطاعوا تحقيق ذلك يتوقف الخيار العسكري وإذا فشل الخيار السياسي الخيار العسكري لا ينتظر تعليمات هناك تعليمات واضحة ينبغي مطاردة الإرهاب حتى آخر إرهابي في آخر شبر من الخارطة السورية وصلت وصلت فكرتك لدي دقيقة أريد أن أقسمها لي سؤالين لو سمحت سريعا جدا هناك كلام يحكى عن لقاءات هامشية تجري على الأقل بين الوزير المعلم وأطراف أخرى هل يمكن أن تمهت فعلا لمفاوضات مهمة أهم مما يجري في جنيف نعم أم لا هل لديك معلومات الوزير الوليد المعلم دبلماسي عريق ويعرف تماما تماما يدرس تماما حركته وكلمته وموقفه فهو مفوض أن يقوم بأي اتصالات لأي جهة أخرى يراها مناسبة تخدم الشأن السوري تخدم الوضع في سوريا وتخدم استقلال سوريا نعم نعم برأيك بي نعم من كسب هذه الجولة في جنيف قولا واحدا الكاسب الأساسي والرئيسي هو سوريا وإذا كان لديك وقت نعدد أعتقد ليس لديك وقت على الأقل يخوض الوفد السوري الآن على الأقل يخوض الوفد السوري معركة سياسية أثبت نجاحه فيها ومعركة إعلامية أيضا في ضل حصار سياسي وتعتيم إعلامي داما ثلاث سنوات الآن على منبر دولي نخوض معركة سياسية وأعلامية بنجاح نعم الدكتور فايزة صيغ عضو مجلس الشعب السوري كنت معنا مباشرة من دمشق شكرا جزيلا لك على وجودك معنا مشاهدين أشكركم جزيل الشكر على أمل أن ألقاكم في حلقة جديدة من آخر السلام عليكم